وقد افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي أعمال القمة بكلمة أكد فيها إدانة المملكة العربية السعودية ورفضها القاطع للحرب التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين ولي العهد السعودي جدد المطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير مؤمرات إنسانية عاجلة لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية من أداء واجباتها داعيا في الوقت نفسه إلى جهد جماعي منسق للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف يأتي إنعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة ونؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها شقائنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوه ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية لقد بذرت مملكة جهودا حتيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق مع شقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا بوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكيل منظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها كما نؤكد الدعوة على الإفراج عن الرهائر ومحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانية والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها وتهدد الأمن والاستقرار العالمي ولذلك أن الأمر يتطلب مننا جميعا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بدخال مساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين مستلزمات طبية للمرضى والمصابين في غزة أصحاب الجلال والفخام والسمو والدولة تؤكد مملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القصري لسكان غزة كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكمة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته وإننا على يقين بأن سبيل وحيد تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وهما يضمن صدامة الأمن والاستقرار المنطقة ودولها ترجمة نانسي قنقر